ابني راح مني بعد ما شاف كلامي على الفيسبوك المرة دي والأول مرة هحكي حكايتي أنا هشتكي مني أنا ومن اللي عملته مع ابني الوحيد أصل أنا طول عمري باشتكي من كل اللي حواليها وبحكي اللي بيعملوا معايا وبعترف الأول مرة اللي ما كنتش دايماً صح ولا كل مرة كنت ببقى مظلومة بس الفرق إن زمان كنت بقى اختار اللي اشتكي لهم سواء جراني أو صحابي لكن المرة دي عرضت مشكلتي على الملأ وسبتهم يشحنوني يشحنوني على أغلى الناس لقلبي ويرتني ما سمعت نصحتهم أبداً البداية إن كنت ست أرمالها وطلعت من الدنيا بابني الوحيد كبرته وعلمته لحد ما شفته شاب الكل بيحكي بأدبه وأخلاقه وشعمته وبعد ما توظف في شركة كبيرة قرر يتجوز واكتشفت إنه كان يعرف بنته وبيكلمها وبيحبه بعض مش هكتب عليكم وقولكم إني فرحت لأ الحقيقة إن زعلت جداً زعلت إنه ما قليش وخب عني وزعلت وحسيت بغير إن فيه واحدة هتاخده مني وأنا ماليش غيره فضلت أقاوم الإحساس ده كتير قوي وقفلت من البنت دي من قبل ما شوفها لكن كريم جالي في يوم وفاجئني وقال لي ماما أنا حددت معاد مع والد رحمة عشان نقابله ونتفق على كل حاجة وهنا بدأت أتأكد إن ابني ما بقاش ابني اللي أنا عرفه وبقى بيتصرف ويكرر من غير ما يرجع لي الأول لكن سكت وما حبيتش أعمل مشكلة معاه ولا أكثر فرحته ولما رحنا لأهل البنت أنا ما كنتش مرتاحة ما حستش إنهم شبهنا حست إنهم عايزين ابني لوحده بس واللي أكد لي إحساسي إنهم مرحبوش بالشقة اللي في نفس العمارة اللي أنا فيها واللي كريم اشتراها مخصوصة عشان يتجوز فيها وساعتها يكون قريب مني ولما شافوا الشقة هتحججوا وطلعوا فيها مية عيب رغم إن الشقة ممتازة ومساحتها كبيرة وما فيهاش أي غلطة تقريبا لكن عيبها الوحيد إنها في نفس العمارة اللي أمه سكن فيها وهنا ما قدرتش أسكت وقلت لهم بقصبية الشقة دي لو سابها مش هيعرف يعوضها ده غير إن أي مكان كريم هيسكن فيه هاخد شقة جنبه لإني مش هسيبه ده إبني الوحيد وماليش غيره هسيبه إزاي وقلت كده ودموعي غلبتني وسبتهم ورجعت أشقتي ونبع يط وقلبي وجعني أكتر لما حست إن كريم كان هيوافق يسيبني الوحدي ويبعد هو ومراته طب حطوا نفسكم مكان يا ناس ده أنا حرمت نفسي من كل حاجة عشانه واشتغلت وشئت لحد ما كبر وتعلم وتحمل مسؤولية نفسه استحملت ظلم عالة جوزي وأكلهم لورسنا بالظلم وتحملت مسؤولية ابني الوحدي بعد ما جوزي فرق الحياة من سنين أنا ماليش حتى غير ابني من غيره هبقى وحيدة أبعد عدله إزاي ولقيت ابني جاي يعتبني على اللي عملته ويقول لي لو استنيتي للآخر يا ماما كنت هتعرف إني ما كنتش هوافق على طلبهم بس كنت أحل المشكلة بأسلوب أهدى من كده الناس زعلوا من اللي انت عملتي ومشيوا ردت عليه بعصبية وقلت له ما يمشوا ولا يتفلقوا حتى دي ناس متكبرة وشايفين نفسهم أحسن مننا معرفش على إيه انت شفت كانوا بيتكلموا إزاي وبيتأمروا يحطوا شرطهم كأن بنتهم آخر عروسة في الدنيا طب إيه رأيك بقى أنا مش موافقة والجوازة دي مش هتتم والأول مرة ابني يقف قدامي بالشكل دوي زعقلي ويقول لي لا أنا آسف دي حياتي وأنا حر فيها ومش هسمح لحد يفرق ما بيني وما بالرحمة الجوازة دي هتتم سواء وفقتي أو رفضتي لإني مش هتجوز غيرها اتصدمت ده ابني كريم اللي كبر على إيدي وقدام عيني وما كانتش بيرفض لي طلب طبعا غضبت وزعقتلي وسبت ودخلت قطقي كنت بقاية تليل مع أنهار من صدمتي فيه صدلت كده أيام ومفيش حاجة بتتغير واللي وجعني أكتر أنه سابني وما سألش فيه ولا فكر يا تزلي غير بعد أسبوع وأنا في الحالة دي وجرت نصحتني النوافق لأن الجوازة دي هتتم في كل الأحوال يبقى تتم برضاية أحسن ما تتم غصبا عني ولما لقيت أهلا وفقه على الشقة اللي في نفس العمارة عندي بعدما هو أصر أنه يفضل جنبي وما يسيبنيش عتبت نفسي وقلت يبقى ابني كان صح ولازم بعد كده أسمع كلامه ما تصرعش في الحكم وتعملت الخطوبة اللي حرفيا كانت مهزلة بالنسبة لي الخطوبة كانت في بيت خطبته وحبوا يعملوها عائلية بس اللي شفته ما كانتش حافلة عائلية أبدا وطبقا سكت وعديت كل حاجة معيابتني السكت عليها عشان خاطر ابني وفرحته بعروسته عروست اللي بالمناسبة وغدا موقف مني بسبب موضوع الشقة وبتعملني ببرود جدا وفي فترة الخطوبة بعترف أني ما كنتش مديها اهتمام ولا بحب أكلمها هو بالغزب لما كان بيخلينا أكلمها في المناسبات وبكلام بسيط ورسمي قوي كنت بخلص المكلمة ونزه أنا لحد ما جي معاد الفرح وهنا بدأت المشاكل ما بيننا وهقول لكم ليه أولا الفترة دي ابني كان زي أي شاب في فترة قبل الفرح والمصارف الكتير اللي مطلوبة منه ورغم أنها عارفة كل ظروفه راح تختار تقاعة للفرح بمبلغ خلاني مش قادرة انطق أول معرفة الرقم طب ليه ابني نفسه تفاجئ بالمبلغ ده غير تمن فستان الفرح والميكاب آرتست اللي اخترتهم كانت مختراهم أغلى حاجة وما فكرتش إنها بكده بتضغط على واحد المفروض إنه هيبقى جوزها وهتعيش معال حلوة والمرة هيئت جننت دي تصرفات واحدة ما بتفكرش غير في نفسها ومش مهم إن ابني يبقى مجون بممالغ كبيرة بسبب اختياراتها وتصرفاتها ولما كلمتها تعصبت علي وقالت لي هو حضرتك يا طنت من البداية أصلا مش بتحبي لي وعايزة الجوازة دي ما تتمش فلو بتتسلي عشان تعترضي على تكليف القاعة والفستان والميكاب فأنا أسفة مش هغيرهم دي ليلة في العمر ومش هتتكرر تاني ومن حق أختار كل حاجة تكون مريحاني قلت لها وأنا مسك عصابي بالعافية يا بنتي ما حدش قال إنه مش من حقك بس الأمور دي بتبقى بالعقل مش كده التكليف دي كتير قوي على ابني في الفترة دي وكده هيتجاوز وهو مديون ما كنتش حابة إن ده يحصل قالت بهدوء مستفز ما تقلقيش يا طنت أنا وكريم اتكلمنا مبرح واتفقنا وهو راضي بكل حاجة اخترتها لما قالت كده حستك إنها بتقولي يعني ملكيش دعوانتي وما تدخليش طالما هو راضي قفلت معها وأنا مصدومة من ابني يعني يبقى اللي بيلي منه إنه متدهي ومخنوق ومعها يبقى راضي وموافق ويخرجني بالشكل ده وهنا قررت ما تدخلش في أي حاجة تخصهم مهما حصل وعد الفرح والشقة اللي قصاد سكن فيها ابني ومراته ومن تاني شهر جواز بدأت المشاكل اللي غالبا كنت طرف فيها بقصد ومن غير قصد لأن ببساطة مرات ابني كانت عايزة كل شيء يمشي على مزاجها وأنا اللي كان يهمني إنها ما تحرمنيش من ابني وعشان أكون صدقة معاكم أحيانا من كتر غزي من تصرفاتها والنكد اللي معايشة ابني فيه كنت بشمت فيها لما يتخنقوا مع بعض وميرضاش صالحها ويجيلي غصب عني والله ما هو ما فيش أمها تقبل إن ابنها الوحيد يبعد عنها لمجرد إن امراته بتتدايق من وجودها إحنا مش بنربي ونكبر ونتعب عشان نجوزهم ويبعدوا عننا إحنا لما بنكبر بنبقى محتاجين اللمة والونس والحب والحنية من ولدنا وفي يوم جالي وهو قمت دايق ومخنوق ولسه كان بيتخانق معها من دقايق ولما حكالي اللي حصلت نيرفست ورحت زعقتلها فقامت لمة هدومها وراحت عند أهلها ومعرفش إزاي المشكلة كبرت لدرجة إنها فضلت عند أهلها شهور عرضت على إبني إن أروح وراضيها لكنه رفض فما تكلمتش تاني وسكت البيت رجع هادي من تاني لكن إبني شايفه حزين طول الوقت وزعلان وساكت وبعد حوالي أسبوع اتفاجئت بيه وهو أجايبها ودخلين شقتهم حسيت إن مش في وعي وأنا بكلمه وبزع عقله قدامها واتصدمت لما لقيته بيلومني وبيتهمني إن الكل مشاكله بسببي هأكيد هي اللي أقنعته بكده رغم إن مش دي الحقيقة أبدا ومعرفش إزاي صدق كلامها ولقيت إيدي بتنزل على خده ما حسيتش باللي بعمله دي كانت أول مرة تحصل ومدي إيدي عليه ورجعت شقتي وأنا قلبي بيقجعني من اللي قالهولي واللي أنا عملته فيه ودخلت الفيسبوك وكتبت مشكلتي على جروب وستات كتير ردوا علي وحرضوني عليها اتصلت بيه من تليفوني وقلت له أنا همشي همشي وهسيب لك العمارة كلها وهساف اللي أختي في البلد عايش معيها وقفلت في وشه خبت على باب الشقة كتير واتصل بيه أكتر ومردتش عليه وبالليل سمعت صوت عيات هستيري ده صوت مرات ابني طلعت أجري على شقته وقعت من طولي لما عرفت إن ابني عمل حد سبع ربيده وبعد شهر من اللي حصل جالي خبر وفاته اللي ما خلانيش أدرعف على رجلي من تاني مراته كملت علي وبتتهمني إن أنا السبب في اللي حصله وإني شاف البوست اللي أنا كتبته وكلامي عنه واتقهر وكملت عليه لما هددته إنه هسيبه وامشي بس والله ما كنت هعمل كده أنا بس كنت بهدده عشان أحسسه بامتي بس هو يا حبيبي ما استحملش واتقهر وخرج من البيت وهو متداهق جدا ومش شايف قدامه وبعدها خصل اللي خصل أنا دعت خلاص من غيره بتوجع في كل لحظة بشوف فيها مراته وبسمع كلامها واتهمها لي ضميري تعبني ومش عارفة عيش أرجوكم قولولي أنا فعلا قسيت عليه بكلامي وتصرفاتي هل أنا كنت أم وحمى سيئة والله مرات ابني هي اللي ما كانتش كويزة وعايزة تاخد ابني مني وترميني برا حياته صدقوني أنا كنت ضحية كتبها وكلامها الزور عني عرفوني غلطي اللي ممكن يبقى وعزل أي أم وضعها زي وضعي تاخد بالها وما تغلطش غلطتي وضعولي قلبي يبرد من النار اللي جواي ما بتكتفيش هو كل اللي هقدر أنصحكم به أوعوا تعملوا زيي ربوا ولادكم وحبوهم لكن ما تعتبرهمش ملقية خاصة ليكم وتبقوا عايزين تحركوه زي من توعيزين زي من توعيزين